اهلا بكم في نشأة الاخبار من قناة بلقيس والبداية بأبرز العنوين الوفد الحكومي يدعو المجتمع الدولي للوقوف الى جانبه في اي قرار يتخذه نتيجة رفض الميليشيا للحل السلمي اغتيال ضابط في عدن ومقتل وجرح خمسة اشخاص على خلفية ثأر قبلي في شبوة اصابة ثلاثة القلاب برصاص الميليشيا بالضالع وبدء العملية الامتحانية في المحافظة بدأ الرئيس عبدربو منصرهادي اليوم زيارة الى العاصمة القطرية الدوحة وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس هادي وصل الى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة السادس عشر الذي ينعقد تحت شعار الاستقرار والازدهار للجميع ومن المتوقع ان يلتق الرئيس هادي خلال الزيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كيمون لمناقشة مستجدات وتطورات الاوضاع في اليمن على صعيد متصل قال رئيس الوفد الحكومي في المشاورات عبد الملك المخلافي ان الوفد لن يغادر الكويت قبل ان يبلغ رسميا بفشل المساعد الدولية ودع المخلافي المجتمع الدولي للوقوف الى جانب الحكومة في حال رفض الحوثيون التوقيع على النقاط الست في اي قرار تتخذ خصوصا ان الحكومة تقوم بضبط النفس ووافقت على كثير من النقاط بهدف الوصول الى حل سلمي ينعكس على المجتمع اليمني يصادف اليوم مرور عام على ارتكاب ميليشي الحوثي جريمة قتل عدد من معارضيها جراء وضعهم دروعا بشرية في احد مخازن السلاح بمحافظة ذمار وسقط خلال القصف مراسل قناة بلقيس عبدالله قابل وزميله الصحفي يوسف العيزري والقيادي في حزب الاصلاح امين الرجوي وعدد اخر من المختطفين وضعوا دروعا بشرية في مخزن السلاح بجبل هران بذمار والذي كان هدفا لقصف طائرات التحالف العربي الى ذلك كشفت الجريمة التي ارتكبتها الميليشي في هران ذمار عن الارهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين وعدم مراعاتها لاي موافق دولية متعلقة بحقوق الانسان سنة على الغياب وعايشة تتحسس قبر والدها عبدالله قابل الصحفي الامل الذي غفى باكرا في عيون زملائه ومحبيه حينما اغمض عينه لعله كان له حلمه الاخير ولعله وطن بحجم شمس كما كان للناس ينقل معاناتهم ولعله نهار بحجم كون انه عبدالله قابل وانه اليمن الوطن الذي سقط لأجله حينما تصبح الكاميرا عدوا حينما تمتشق الميليشيا كل خيباتها وخذلانها وتستهدف صحفيا ليسكت صوته وتمنعه من قول الحق يرتقي الصحفي أعلى وأعلى وأعلى عبدالله لم يمنحه الموت فرصة ليباغته فباغته هو عندما اختطفته ميليشيا الحوثي ووضعته هدفا لغارة طيران التحالف ضد مركز الرصد الزلزالي حيث وضعت العشرات من المناوئين للانقلاب بينهم السياسي المعروف أمين الرجوي بينما لم يعلق أحد عن الحادثة ودن أن تورد تفاصيل أوفة حول ما حدث أو كيف تجرأت جماعة الحوثي على وضع العشرات من المدنيين أهدافا بشرية للطيران بينهم قابل الذي رمى بأعباء حلمه الثقيل على كاهل من أرادوا بالحقيقة سوء وعاد إلى ربه روحا بعد أن شاطرته الأرض الجسد وتعرفت أسرته على ما تبقى من أجزائه الطاهرة ووجهه البريء وقد اكتسى بلون العلم الأحمر لم يكن دما كان عبق الأرض التي أحبها وأحبته وكان بياضا اختصر كل نقاء الإعلام الملتزم وهو مسجى إلى جانب سلاحه الوحيد الكاميرا ليقول بموته ما لم يستطع قوله أحياء كثر يقدم الإعلام قرابين كثيرا خلال المسيرة الحقيقية لن نزوة المزيفة ومن أجدر بالصحفيين وكاميرتهم من قول الحق ليسقط شهداء هل ارتاح زعيم الميليشيا في وكره؟ هل خف هذيان الرئيس المخلوع قليلا من كل هذه الدماء المهروقة بعد أن جلبوا هذه القذائف والرصاص ليخطف من عبد الله ربيع عمره؟ ليس الرثاء هنا لقابل ورفاقه الذين سقطوا من قبل ومن بعد لأنهم لم يموتوا بل ارتقوا الرثاء هنا لتحالف الإنقلاب صالح وعبد الملك وأعوانهم ومساعديهم من باعوا أرواحهم للشيطان وضاعوا وضيعوا البلد وللحديث حول عام مرة على استشهاد الزميل عطلة قابل وأيضا يوسف العيزري والقيادي في التجمع الإصلاح أمين الرجوي معنا هنا في الاستيديو الكاتب والمحل السياسي لأستاذ أحمد الزرقة أستاذ أحمد أهلا بك معنا في هذه النشرة بداية مرة عام على هذه الجريمة التي كانت يمكن لأول مرة تحدث في تاريخ اليمن أن يتخذ من صحفيين من مدنيين عزل دروعا بشرية في أماكن استهداف للطير المدني مرة عام لم تتخذ أي جراء ضد الميليشيا لا زالت هذه الجريمة مغيبة ولم يعوض الضحايا أو حتى يحاكم من ارتكبوا هذه الجريمة طبعا هو عام صعب جدا عام كشف ضمير أن ضمير العالم قد تلاشى وربما انتهى بشكل كبير جدا عام كان صعب جدا على الصحافة اليمنية وعلى العديد من أسر المختطفين ربما هناك عشرة الآلاف من المختطفين في سجون الميليشيا لكن ما حدث في جريمة هران هي جريمة يعني يندلها الجبين جريمة لجمة نفلت القتلة فيها من العقاب تكشف أيضا عن أن العالم له معايير مختلفة يعني هذه الجريمة التي سقط فيها عشرات الضحايا كانوا مختطفين في دليل على أن الميليشيا ربما فقدت كل محافزات الأخلاقية وأصبحت تتعامل فقط مع اليمنيين بدونية كبيرة ضحت بدمائهم ما يحدث أيضا المعيب هو أن العالم سكت أن المنظمة الحقوقية لم تذن هذه الجريمة كما هو مفترض العالم أيضا لم يصنف من قاموا بهذه الجرائم كجماعة إرهابية بينما هذه هي جريمة إرهابية جريمة في حق الإنسانية ربما لم يستخدمها حتى النازيون ضد خصومهم وبالتالي نحن أمام امتحان كبير جدا للضمير الإنساني الزميل عبدالله قابل ويوسف العزري وامين الرجوي وغيرهم ربما كانوا ذهبوا ضحية توقهم للحرية محاولة تقديمهم أيضا لرسالة تنويرية قالوا لا في الوقت الذي قال الجميع نعم وبالتالي نحن نعزي أنفسنا مرة أخرى وأسرة الشهداء بهذا المصابة الجلل ونؤكد أننا سائرون على نفس هذا الدرب الذي هو الدرب الحقيقة وكشف ممارسة الميليشيا وإظهارها للرأي العام نعم أستاذ أحمد كما تعلم يبدو أن الميليشيا مستمرة في هذا النجو ولم تكن قصة العزري وعطال قابل وامين الرجوي آخر القصص كما تعلم هناك في تعالي مثلا الصحفي أحمد الشيباني المصور أيضا الصحفي المصور محمد اليمني وغيرهم كثير أصبحوا هدفا لهذه الميليشيا وتسادهم في أي مكان إلى متى ستستمر الميليشيا في هذه باستهداف صوت الحقيقة صوت الذي ينقل ما يدور فيه الداخل أولا دعنا نتكلم عن قضية استخدام الصحفيين وناشتين كدروع بشرية ربما كان هذا جريمة كبرى واستمرت وأيضا ربما سقط الكثير من المدنيين نتيجة هذه الممارسة الخاطئة في مناطق لم يتم الإعلان عنها ربما ما حدث أن هناك مواقع أخرى قصفات واستخدمات طبعا كان هناك تحريض من قبل عدد من القيادين في الميليشيا وأيضا في عدد من الصحفيين المنتمين لجناح المخلوع صالح كانوا حرضوا ضد زملائهم هذه الجرائم أيضا ما زالت بحاجة إلى أن يفتح التحقيق بالنسبة للصحفيين بالتأكيد هناك استهداف مستمر الميليشيا تخاف من الصحافة تخاف من أن يكشف وهي أيضا ربما ليست فقط الميليشيا كل الجماعات الإرهابية وكل الجماعات التي تحمل السلاح تخشى من الحقيقة ومن الكاميرا وبالتالي العام الماضي ربما سجل بحسب منظمة العاملة في مجال الصحافة كأسوأ عام في تاريخ الصحافة اليمنية سقط خلاله عشرة الضحايا نحن الآن نوجه ربما نداء مناشدة للمجتمع الدولي للأمم المتحدة لاتحاد الصحفي العالمين بإنقاذ حياة وأرواح يعني 12 صحفيا مختطفين ومضربون عن الطعام منذ أكثر من 13 يوما وهذه ربما امتحان أخلاقي كبير جدا أمام أيضا الذين يخوضون في مشاورات الكويت لا يجب أن يتحول الصحفيون إلى ورقة للابتزاز هذه قضية إنسانية بحتة ويجب أيضا أن يتم إطلاقهم فورا أيضا ربما اليوم كان هناك خبر ساره هو الإفراج عن الدكتور عبدالقادر الجنيد نتمنى أن جميع المختطفين ربما الذين تقدرهم الإحصاءات الرسمية بأكثر من 10 ألف مختطف أن يتم إطلاقهم سريعا وأن لا يتم استخدامهم كورقة للتفاوض أو يذهبوا ضحية للإبتزاز وبالتالي هذه قضية إنسانية هؤلاء هم يمنيون يجب أن يتوقف الميليشيا عن استخدامهم كرهائن والأدوات للمقارضة السياسية السيد أحمد سؤال أخير فيما يخص أنه الآن يبدو أن ملف المختطفين في المفاوضة الكويت وعلى رأسها إطلاق كما ذكرت المتفاوضين 50% ما هو الواجب على الحكومة وعلى نقابة الصحفيين والمعنيين بحقوق الصحافة والصحفين في اليمن المطالبة بأن يكون هؤلاء على رأس قائمة الذين يتم الإفراج عنهم قريبا ربما قبل أن يتم الحديث عن الصحفين المختطفين أيضا لا يجوز إنسانيا ولا قانونيا ولا شرعا أيضا أن يتم استخدام حياة الناس للمقارضة السياسية يعني هؤلاء من خططفون غالبتهم ليسوا متورطين في جرائم ليس لهم علاقة بالصراع وتم إخطافهم من منازلهم وبالتالي يجب إطلاقهم فورا ولا يجب أن تصبح حياتهم رهنا للمفاوضة يجب أيضا بالنسبة للزملاء الصحفيين على نقابة الصحفيين وعلى المجتمع الدولي الضغط أيضا بسرعة إطلاقهم ليس فقط ربما الصحفي اليمنيين عليهم هم المعنيين بهذا الأمر وأيضا جميع أسل الإعلام العربية والزملاء العاملين في مجال الصحفة هم معنيين أيضا بالدفاع عن قضايا الصحفيين ليس في اليمن وإنما في بقية المناطق لكن ما يحدث اليوم أن حياتها ولا أصبحت معرضة للخطر بشكل كبير جدا لا يجب أن يفلت القتلى من العقاب وبالتالي هذه مسألة وقت باعتقد أن على نقابة الصحفيين أن تعمل على إعداد ملف لمقاضات أو لتقديم المتورطين إلى محكمة الجناية الدولية وبالتالي هذا هو ملف قانوني يجب أن يعكف الجميع على إعداده وأيضا يجب أن يصار رسالة واضحة أنه لا يجب أن يكون الصحفيون عرضة لرقاتل نتيجة مرشة أعمالهم وهي أيضا فرصة للحديث عن أيضا أحد الزملاء الذين مازالت تخطفوا تنظيم القاعدة في حضر الموت نشهد أيضا بالإفراج عنه وإطلاق سراحي بالتالي لا يجب أن يكون هناك معايير مختلة للتعاون مع الصحفين كل الأطراف التي تورط بالحرب أو بمحاربة الصحفين يجب أن تتوقف في انتهاك حقوق الصحفة وحرية الرئيسة أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ أحمد الزرقام دين عام قناة بلقيس والكاتب والمحل السياسي شكرا جزيلا لك استشهد مدني وأصيب 16 آخرون جراء القصف المستمر لميليشيا الحوث والمخلوع على عدد من الأحياء والقرى السكنية في تعز إلى ذلك قالت مصادر محلية إن وحدة خاصة من اللواء 35 مدرع هاجمت نقطة تتمركز فيها مجامع من الميليشيا في نقيل الإبل ما أسفر عن بقتل سبعة حوثيين وجرح آخرين أطلقت ميليشيا الحوثي بصراحة الدكتور عبد القادر الجنيد بعد أكثر من تسعة أشهر من اختطافه في مدينة تعز واختطفت الميليشيا الجنيد بعد اقتحام منزله في أغسطس من العام الماضي واقتادته إلى جهة مجهولة تتواصل المواجهات بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع بمنطقة الثعبات في الجهة الشرقية لمدينة تعز وقال مراسل قناة بلقيس إن المنطقة شهدت مواجهات هي الأعنف منذ بدء سريان التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار نحن الآن في منطقة الثعبات هذه المنطقة التي تقع في الجهة الشرقية لمدينة تعز وهي من أهم المواقع التي دارت اشتباكات عنيفة فيها مساء الأمس بعد أن شنت ميليشيا الحوثي وصالها الإنقلابية هجوما على العديد من المواقع التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية اشتباكات هي الأعنف منذ بدء سريان الهدنة وتثبيت وقف وتوقيع على تثبيت وقف إطلاق النار وتلاحظون هناك في الخلف هذا المبنى الهيكل الذي لا زالت الميليشيات حتى هذه الساعة تقوم بقنص المرة وقنص أي تحركات تقوم بها المقاومة الشعبية وأيضا هذه الأحياء التي أمامكم الآن حي قريش وذلك الجامع قريش أيضا تتمركز فيه قناصة الميليشيات وتقوم بقنص المواطنين واستهداف المرة الذين يقومون بالمشف في هذه المواقع وللحديث أكثر حول المعارك التي شهدتها هذه الجبهة بالأمس ينضم إلينا هنا القياد الميداني عمار الفضلي ليحدثنا عن آخر تطورات التي شهدتها هذه الجبهة بالأمس بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أمس تم الهجوم علينا من قبل الملشيات والمخلوع وتم التصدي لهم من رجال المقاومة والجيش الوطني ببسالة والحمد لله والحمد لله رب العالمين تم دحرهم إلى مواقعهم الرسمية وتم الصمود من أفراد المقاومة والجيش الوطني وثبتوا ثبوت الرجال إن شاء الله وإن شاء الله سوف نتقدم كل ما لدينا من قهد وإمكانيات حتى آخر قطرة الدم في أجسامنا إن شاء الله إذن لازالت الميليشيات تواصل هجماتها المتكررة والمستمرة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في خرق واضح ومتعمد للهدنة المتفق عليها والمواقع عليها من جميع الأطراف أعضاء لجنة تثبيت ووقف إطلاق النار تلاحظون في هذه الأثناء هذه المنطقة التي تشهد اجتباكات عنيفة وأيضا الميليشيات تقوم في هذه المنطقة بقاطع الطريق الرابط ما بين منطقة الثعبات ومديرية صالة ثم الحوبان هذه الطريق الرئيسية أو من أهم المنافذ التي تعتبر للمدينة تعز الميليشيات تقوم بقطعها وأيضا كما أشارت المعلومات بأن هذه المنطقة تعتبر ملغمة أو الشبه ملغمة بالكامل ويبقى السؤال الأهم والأبرز هنا ما الذي ستفضي له المشاورات في الكويت في ظل الهجمات المتكررة والخروقات الواضحة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية وإلى متى ستظل هذه المدينة ترزح تحت وطأة القصف العنيف والحصار المستمر الذي على ما يبدو أنه سيدوم طويلاً ما لم تسارع الهكومة في وضع الحلول المناسبة اللازمة إما سياسياً أو عسكرياً حمز أمين قناة بالقيس تعز إلى محافظة مارب حيث أكدت مصادر محلية أن ميليشي الحوثي شنت قصفاً صاروخياً على المدينة دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا حتى اللحظة هذا وتواصل ميليشي الحوثي والمخلوع قصفها العنيف وهجماتها على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مناطق عدة بمديري السرواح كما رصد الجيش والمقاومة وصول عشرات المسلحين من الحوثيين إلى منطقة ثوالة معززين بعدد من الآليات العسكرية في صنعاء شنت الميليشيا قصفاً على مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نه وبحسب المصادر المحلية فإن قصفاً مدفعياً تعرضت له مواقع الجيش والمقاومة من قبل الميليشيا هذا وحاولت مجاميع مسلحة من الحوثين لالتفاف على مواقع الجيش الوطني إلا أن القوات تمكنت من صدهم إلى محافظة عدن حيث اغتيل ضابط في الجيش الوطني برصاص مسلحين مجهولين ونقل موقع عدن للغد الإخباري عن مصادر أمنية أن مسلحين هاجموا القائد العسكري العقيد مثنى رشيد الذي يعمل في معسكر سبأ بالبريقة أثناء خروجه من أحد المراكز التجارية في المنصورة إلى ذلك هاجم مسلحون مدرعة للشرطة في مدرية المعلى فجر اليوم أعقبه اشتباكات بين الشرطة والمهاجمين دون أن تسفر عن سقوط ضحايا في محافظة الضالع أصيب ثلاثة طلاب بمدرسة جيل الثورة في قرية بيت اليزيد برصاص مسلحين حوثيين أثناء سير العملية الامتحانية وأدى أكثر من اثنى عشر طالبا وطالبا في المحافظة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مختلف مدارس المديريات وقال مصدر في مكتب التربية والتعليم إن الامتحانات جرت بشكل طبيعي في ظل الإجراءات الأمنية التي وفرتها السلطات الأمنية والمقاومة في مختلف المديريات باستثناء مديرية دمت الخاضعة لسيطرة الميليشيا ومعنا مرسلنا من محافظة الضالع محمد المريسي محمد أهلا بك في هذه النشرة ما هي تفاصيل حادثة استهداف الطلاب مدرسة جيل الثورة في محافظة الضالع نعم مرحبا بشير نعم في الوقت الذي الميليشيات ميليشيات الحوثي وصالح تستحديث وتتحاول تستقدم تجاه مريس استحدثت اليوم نقطة عسكرية في منطقة محقن الوقع بين العرساف وبين بيسهيدي ومناطق مريس هذه النقطة حاولت صباح اليوم كفكيش أو بعض بطائق عن أسماء وعن توجيهات الطلاب القادمين للامتحان في مدرسة بيت اليزيدي رفض بعض الطلاب الخضوع لهذه النقطة وذهبوا إلى الامتحان في مدرسة بيت اليزيدي لكن هناك مجموعة ميليشيات الحوثي دخلت مدرسة بيت اليزيدي وأطلقت النار في ساحة المدرسة وأصيب ثلاثة من الشباب وأيضا من بيت اليزيدي والعرفات الحارثة تأتي في الوقت الذي تسعى الميليشيات للبحث عن بعض العناصر التي تنتمي من القاعدة كما اختفت يوم أمس من هذه المدرسة اختفت نجيب الدبيسي وإلى هذه اللحظة في سجون الميليشيات مثل الدمت نعم على الصعيد الميداني محمد كيف تدور المواجهات في جبهات يعيس يعيس مريس دمت ما هو الجديد في هذه الجبهات خروقات ميليشيات خروقات ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة حتى صباحا اليوم في أمس الليل وحتى الفجر اشتباع اطلاق نار من مواقع التهامي وعيضا العرفات اتجاه منطقة مريس كذلك في الجهة الغربية لمحقرة الضالع من نقيل الخشبة والسوق الليل اطيق اليوم اليوم صباح اليوم بعض الأسلحة المتوسطة على قرى يبار وحمك وايضا قرى قرية شدان هذه المناطق وايضا في الجهة الشماء أن تتوقف صوات الرصاص تاركا من وقت إلى آخر إلا أن المقاومة ما زاد تقول منتزمة إلى حد ما بالهدنة إلى الوقت الذي ربما تفدعي أن تقوم بالرد العميس مراسلنا في محافظة الضالع محمد المريسي شكرا جزيلا لك في محافظة أبيان يشكو الأهالي من غياب كله لأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية عقب وتنتشر في المدينة مجامع مسلحة وسط مطالبات من الأهال للسلطة المحلية بإعادة تطبيع الحياة تفاصيل أكثر في سياق تقرير مراسلنا لطفي إبراهيم انسحب المسلحون من المحافظة بعد الاتفاق مع لقنة الوساطة الأهلية وقنبت المحافظة من حرب أكيدة كانت على وشك الحدوث ولكن حتى هذه اللحظة لا زالت أبيان تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار الفوضى وانعدام الأمن هما العنوان الوحيد لحالة الشارع هنا أيام عدة مرت على انسحاب المسلحين من أبيان ولزالت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ومدير الأمن خارج المحافظة جميع مكاتب مبنى المحافظة ما زالت مغلغة ولا أحد هنا سوى مواطنين وملامح الأسابادية عليهم وتساؤلاتهم كثيرة عن سر ما يحدث وسبب تأخر عودة المسؤولين سلطة المحلية غائبة عن المدينة منذ 2015 بعد اكتياح الحوثي وتحرير المناطق من الغزو الحوثي غابت السلطة المحلية ولم تستلم أي مرفق حكومي في المحافظة زونجوبار كغيرها من المدن الأخرى تعيش حالة من البؤس والتهميش والفوضى دون ان تمتد يد الدولة وتبسط سيطرتها على كبرى مدن المحافظة وعاصمتها حتى هذه اللحظة لازالت السلطة المحلية غائبة عن المحافظة ولازالت المكاتب هنا مغلغة حتى إشعار آخر نكشي فهين قنات بالقيس أبيان في محافظة شبوى قتل ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان آخران في عملية ثأر قبلي بالمحافظة وقال المتحدث باسم السلطة المحلية في محافظة شبوى سالم صائل لقناة بالقيس إن مسلحين تبادلوا إطلاق النار في مدينة عطاق عاصمة المحافظة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين وأوضح أن الحادثة جاءت على خلفية ثأر قبلي بين قبائل المقارحة وربيش ما أسفر عن سقوط الضحايا في شبوى أيضا قالت مصادر محلية إن خمسة مدنيين سجدوا وأصيب آخرون بقصف الميليشيا فيما اضطرت عشرات الأسر للنزوح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أبريل المنصرم وأوضح مسؤول الرصد والإعلام في المقاومة الشعبية بعسيلان ماجد الحارثي إن مئات الأسر في المدينية نزحت من مدنها وقراها إلى المناطق المجاورة والمحافظات الأخرى إلى ذلك تواصل الميليشيا خروقاتها في عدد من المناطق بمديرتي بيحان وعسيلان غربية محافظة شبوى على صعيد آخر كشف وزير الخارجي عبد الملك المخلافي عن تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لمواجهة تدهور الاقتصادي القائم في البلاد وأوضح أن هناك تواصلا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا مؤكدا أهمية تحييد البنك المركزي عن الأعمال العبثية التي تقوم بها الميليشيا وعن مشاريع إعادة الإعمار أكد المخلافي أن هناك التزامات واضحة ومطمئنة فجميع الدول أبدت دعمها لإعمار اليمن وفي مقدمتها دول الخليج التي أكدت أن خطة الإعمار ستكون عقب إزالة أسباب الدمار المتمثلة في وجود الإنقلاب في السياق ذاته تسبب انخفاض سعر الصرف للريال اليمني بتضاعف سعر السلع والخدمات في السوق المحلية وقال المواطنون إن تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار انعكس سلبا على أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق ما فاقم كثيرا من معاناتهم في ظل الحرب وتداعياتها على مصادر الدخل في البلاد عدد الاقتصاد الوطني يتهاوى ومخاوف الناس من تداعياته الراهنة لا تتوقف بتصدع سعر صرف الريال هوت قيمته خاسفة بأسعار السلع والخدمات لتدخل البلد مرحلة حالكة أشد بؤسا منذ قبل انضرار على المواطن وتسبب انضرار في بعض الناس ما عند قدرار للأسعار إذا ارتفعت أو مثل السكر أو البر أو القمح هذا يرتفع يعني يعني سلع كبير على المواطن المستهلك المستويات العامة لأسعار السوق المحلية ارتفعت كثيرا ولاحقت بسعر الصرف المرتفع إلى مستويات قياسية جديدة الأمر الذي يفاقم من صعوبة العيش في بلد منهك وعاطل سبب الارتفاع السعر هي الإدارة الفاشلة وسبب الأزمات هذا والغلاء وارتفاع المواد الغذائية هذا بسبب الصرف لم تكتفي مغامرات الميليشيا بجر اليمني إلى هذا التداعي البائس فلطالما بددت مليارات الدولارات من المال العام في سبيل قتل اليمنيين لن تعجز عن تبديد ما تبقى في شهور هبوط الريال يرجع إلى عدة عوامل من أهمها تبديد الاحتياطيات النقدية لدى المصرف المركزي البنك المركزي اليمني هذا أدى أنعكس مباشرة على سعر الريال اليمني ثانيا أقدمت الميليشيا على زيادة ملحوظة في المديونية الداخلية وتبلغ المديونية الداخلية حد لم تبلغه في تاريخ البنك المركزي يقول مراقبون إنه في حال استمرت الحرب سيتآكل ما تبقى من خزينة البنك المركزي وتنهار العملة تماما حينها سيتجاوز الدولار حاجزا لا يطاق والخوف أن يحدث هذا قبيل رمضان الفترة الحرجة التي يستورد فيها التجار أغلب السلع التي تغطي فترة رمضان والعيدين وما بينهما ثمت علاقة إذن بين الاستقرار والاقتصاد كما هي بين الحرب وتدهور العملة وما فشلت الحرب في النيل منه سيسقط حتما فرسة للإنهيار الاقتصادي باقنا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل أطباء بلا حدود تدعو إلى احترام وحماية الطواقم الطبية والمستشفيات في اليمن الوفد الحكومي يدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبه في أي قرار يتخذه نتيجة رفض الميليشيا للحل السلمي اغتيال ضابط في عدن ومقتل وجرح خمسة أشخاص على خلفية ثأر قبلي في شبوة إصابة ثلاثة أطفال برصاص الميليشيا بالظالع وبدء العملية الامتحانية في المحافظة من جديد أهلا بكم قالت منظمة الصحة العالمية إن الناس في اليمن تموت جراء أمراض يمكن الوقاية منها وأوضحت المنظمة في بيان لها أن اليمنيين يموتون بسبب محدودية الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وأشارت المنظمة إلى أن طفلة توفيت بسبب سوء التغذية الحاد رغم محاولات والديها المستميتة لإنقاذ حياتها دعت منظمة أطباء بلا حدود الأحترام وحماية الطواقم الطبية والمستشفيات وقال بيان للمنظمة إنه لا بد من حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية وتأكيد على أنه لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال هدفا للاعتداء وترفض الميليشيا فتح ممرات آمنة للطواقم الطبية فيما تواصل استهداف المراكز الطبية في عدد من المحافظات وخاصة في تعز المحاصرة إلى محافظة الحديدة حيث يرقد مئات المرضى في مستشفى الثورة نتيجة لتدهر حالتهم الصحية بفعل الأمراض الموسمية والغياب شبه الكامل للتيار الكهربائي ووفقا للطاقم الطبي فإن استمرار انقطاع التيار سيجعل تقديم الخدمات الطبية على بساطتها غير ممكن التقرير التالي والتفاصيل يعاني سكان محافظة الحديدة من وضع صحي مترد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ ما يقارب تسعة أشهر وتضرب المدينة أو بئة موسمية كحم الضنك والملاريا أصابت الآلاف من المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار البعوض وغياب اهتمام السلطات التي اختفت مع سيطرة جماعة الحوث الانقلابية على مؤسسة الدولة مجيرة كل شيء لصالحها هيئة مستشفى الثورة العام أحد أكبر المؤسسات الطبية التي يلجأ إليها سكان الحديدة أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ مئات المرضى في مختلف أقسام المستشفى وعياداته جراء انقطاع تيار الكهربائي الذي كان يمدها خلال الأشهر الماضية الوضع الصحيب الحديدة يعني مزر للغاية خصوصا مع دخول موسم الصيف أطباء أكدوا أن مئات المرضى داخل المستشفى في حال خطر وتتدهور حالتهم الصحية خاصة من يخضعون للعلاج الضروري كالرقود والولادة والأطفال محذرين من استمرار انقطاع تيار الكهربائي الذي سيخلف كارثة إنسانية تهدد حياة المرضى الجهاز لعدم توفر المحالي لعدم توفر الإمكانية لعدم توفر الكهرباء وأشياء كثيرة فأني أعتقد أن الحرب هي التي وصلنا عليها كسبب رئيسي لتفشي كثير من الأمراض وليس الملاريا فقط وليس الظنك فقط وليس غير الآن السكان خصوصا المرضى منهم يشتكون من الوضع المزري للمشفى نتيجة اتفاع درجات الحرارة كما يتسبب الازدحام الكبير باتفاع عداد المصابين بالأمراض الموسمية نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين الوفد الحكومي يدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبه في أي قرار يتخذه نتيجة رفض الميليشيا للحل السلمي اغتيال ضابط في عدن ومقتل وجرح خمسة أشخاص على خلفية ثائر قبلي في شبوة إصابة ثلاثة طلاب برصاص الميليشيا في الظالع وبدء العملية الامتحانية في المحافظة نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة